ازاي احزف الستوري من الملف الشخصي في التليجرام ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور نهاردة كده هقولك ازاي نحزف الستوري من الملف الشخصي في التليجرام يابتبقى قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده ولقال ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ويلا بينا لان الفيديو ده تطلب مني يلا بينا كده نروح مع بعض على التليجرام طبعا هنا ببدأ ان انا اضيف البصنة بتاعتي او الرقم السري النمط بتاعي الموبايل فببدأ ان انا اضغط على التلت شرط الاعلى طبعا هنا القصص لو ضغطنا كده بتضيف من هنا قصة جديدة لما ببدأ ان انا اضغط على القصة دي كده ممكن انت تتصور اي حاجة من اه الكاميرا ممكن هنا تضغط على فيديو تصور فيديو او صورة لو انت عاوز تنزل صورة او كده ببدأ ان انا اضغط عليها او فيديو. بيبدأ ازهار لك هنا كل الصور الموجودة. ببدأ اضغط على الصورة اللي انا عاوزها بالشكل ده كده. وهنا بقول لك قصة. وببدأ بقى ان انا اضيف الاعدادات من هنا. من هنا بضغط على كلمة التالي. لما بضغط على كلمة التالي هنا نشرها في ملف الشخصي. وانا طبعا بضغط على نشر القصة. بادي الات هي موجودة في الملف الشخصي بتاعي على التليجرام. ازاي بقى انا احزفها. يلا بنا كده اروح على التلت شورة الاعلى. بيزهر لك بالشكل ده كده. ببدأ اضغط على قصصي. كلمة قصص دي بيجي لك كل القصص الموجودة اللي انت ضفتها للملف الشخصي. عايز تحزف اي صورة منهم ببدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده كده. ببدأ ان انا اضغط على التلت نقاط الاعلى. ومن التلت نقاط بتلاقي كلمة حسف. ببدأ ان انا اضغط على حسف. هنا بقول لك هل تريد فعلا حسف هذه القصة بضغط على حسف. يبقى انا كده حزفتها من الملف الشخصي زي ما انتم شايفين هنا بقول لك تكبير وتصغير لو انت عايز تكبر شوية وهنا بقول لك تصغير هنا بقول لك التقويم وهنا اظهر الصور وعرض المقاطع هنا بيظهر لك الصور وعرض المقاطع مع بعض زي ما حضراتكم شايفين عايز تحزف اي حاجة بالضغط بس عليها كده والضغط على التلات نقاط الاعلى واضغط على كلمة حسف وهنا حسف هزي القصة واضغط عليها بأكد الحسف بس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا بارد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته